في ذكرى وفاة السيد القمني في هذه الذكرى نتمنى أن نكف عن ذكر قضايا لا تمثل ذكرى جيدة للرجل هناك مقال قرأته لعدد من الكتاب قالوا فيه أن من حارف السيد القمني قال بأنه هو من دعاة للحاد والعلمانية وأنه من الناس الذين انساقوا وراء الأفكار الغربية وأن السيد القمني حاول أن يطعن في الدين والإسلام والدعوة المحمدية طبعا هذا الكلام استشهدوا بهؤلاء الذين يقولون بأنهم يدافعون عن السيد القمني أنا أعتقد هذا الدفاع خاطئ ودفاع يتهم ضمنا دون أن يدافع في الحقيقة مسألة الأساسية التي يجب أن ندعو إليها وأن نتحدث عنها أن الناس أحرار لا أحد يتسلط عليهم والأحد يبرر لهم ويقول أنه هو من دعاة الإلحاد والعلمانية فليكون من دعاة الإلحاد والعلمانية هذا مسألة خاصة به هذه ليست تهمة يجب أن نتوقف عن تبرير ما يفعله المفكرون والكتاب والنازمين حتى الرجال الدين والمتدينين عليهم أن يكفوا عن توصف الآخرين المختلفين عنهم بأنهم من دعاة الإلحاد والعلمانية هذه فئات موجودة شيئنا ما بينها من يرفض وجود هؤلاء ويعتبر إنسان وجود أناس ملعدين أو علمانيين أو لا دينيين أو حتى من مذاهب أخرى هذه وصفة شاملة للخراب وهو خراب موجود منذ آلاف السنين لم نتغير لماذا؟ لأننا ما زلنا عندما يظهر أحد ويقول هناك مشكلة في الدين الموروظ وعلى عينه رأسها لنحترم هذا الدين الموروظ لكن أنا عندي وجهة نظر أخرى أنا شخص لا أؤمن بهذا الدين ومن حقيا لا أؤمن ليس الأمر إجباريا وليس الأمر كما كان سابقا أنا أقر بأنه كان سابقا مثلا إنسان يخرج عن الدين مانا تخرج على الدولة يخرج على النظام يخرج على المجتمع لكن هذا المفهوم القديم لم يعد موجودا المجتمعات اختلفت العالم المعاصر اختلف الحداثة تغلغلت في كل مجالات حياتنا نظام الدولة اختلف الدولة القديمة تختلف عن الدولة الحديثة الدولة القديمة مجرد سلطة بها عسكر وهو طبقة من الرجال الدين والقضاة سلطة الملك والخلافة أو أي تسمية كانت هو سلطتهم محافظة على أملاك الناس وأموالهم مقابل الجباية والخلاصة الآن الدولة النظامة اختلف تماما كان سابقا عندما يخرج الإنسان على الدين معناه تخرج على سلطة الحاكم وسلطة الإلهة وسلطة النبي أو سلطة النص المقدس هذا يدعو إلى التفكك وأي دعوة للخروج على الدين أو مناقشة مسألة الدين عقليا أو منطقيا هذه دعوة فاسدة قد تسعف الأعداء الذين يمتلكون أديانا أخرى أو حكومات مختلفة والدائما كما نعرف الصراعات لا تنتهي بين الشعوب القديمة والجماعات القديمة وسبب العلاقة الكثيرة بطبيعة الإنسان وأيضا العلاقة بمحدودية الموارد البشرية والإشكالات بالأكل والشروب والغذاء لم يكن الأمر بالسهولة التي نحن حياة التي نعيش علىها حاليا بالتالي سحب القيم والأفكار القديمة على الواقع المعاصر ومحاولة تجيير الناس جميعا لصالح هذا الخطاب الديني السائد هذا أمر غير صحيح وغير جائز وأعود إلى صلب الموضوع وهو أن السيدة القماني ونوال السعداوي وهذه الأسماء الوطع حسين وأسماء الكبيرة العلمانية أو المتفتحة هذه من حقها التواجد ومن حقها أن تقول رأيها وبل أن يتهم من يتهمهم بأنه إنسان ليس ابن الحاضر بل أنه إنسان يفرق بين الناس ويحاول أن يقتصب حقهم في الإبداء الرأي والقول والعمل في أن يكون لهم دور في هذه الحياة وهذا الجماعة البشرية المعاصرة وهذا الدور محترم ومقدر تحرص على رعايته ودفاع عنه جميع السلطات في عالمنا المعاصر ولا يوجد سلطة واحدة في الكون كله الآن تستطيع أن تقتصب حق أحد في أن يقول رأيه بالتالي من يقول أن سيد القماني هو من دعاة الإلحاد والعلمانية وأنه ليس كذلك كما يتهم لا هو من دعاة الإلحاد والعلمانية شو المشكلة وقال أنا كافر فلماذا نغطي على قضية يعني أنه كأنما هذا الرجل قال لي قدمه الآن نأتي في هذه اللحظة ونقول لم يكن نقصد هذا كان هو من دعاة الدين يعني ما هذا الكلام هذا الكلام لا يجوز ولا يجوز أن نستشد به ولا يجوز أن نصفق لمن يقول هذا الكلام لا يجوز أن نصفق لمن يقول أن قماني لم يطعن في الإسلام لا طعن في الإسلام الرجل وهذا حقيقة ولكن السؤال طعن في أي إسلام الإسلام الشائع الموجود وهو أي إنسان الآن عاقل هذا الإسلام الشائع الموجود هو اللي ينتجن داعش هو اللي ينتجن هاي الحركات المسلحة والمنشيات الإرهابية هذا الإسلام الشائع أما الإسلام في القلوب على أنه رأسه كلهم يحترمه وكلهم يحترم الدعوة المحمدية لكن علينا أن نفصل بين هذه وتلك الرجل يقول أن هذا الإسلام والدين الموجود هذا لا يشرف يعني هذا التراث المنقول الذي أسس لنا هذا الدين الموجود حاليا هذا وفيه إشكالات كثيرة والسبب منه إشكالات كثيرة هذا الكلام الصحيح الذي يجب أن نقوله أما أن تقول أنه لم يقصد هذه والتلك فماذا عدا عما بدأ يعني كأنما أنت مسخت الرجل تماما ودمرت كل النتاجه وتراثه وحولت وجيرت ورجعت للمربع الأول الذي هو حياته بأكملها دفعها من أجل أن يخرجنا من هذا المربع نحن نيجي والرجعة لا وأيضا من يدعي أنه من أنصار سيد القمني يأتي ويقول الرجل لم يقصد هذا يعني معناته هذا ما فهم الموضوع بأكمله بعض المشروع تقول أن القمني اختلف مع الأسر ولأن هذا لن اختلف مع الأسر فهم كرهوا وهذه مسألة طبيعية لأنها مؤسسة ضخمة مؤسسة دينية تبحث عن مصالحها وتعتقد بأن الدين الذي تمثله هو الدين الصحيح وهذا مسألة جميع المؤسسات دائما تحاول سواء سياسية أو دينية أو قانونية أو أي نوع من نوع المؤسسات حتى التجارية تعتقد بأنها تقوم بالفعل الأصحوة هي أنها في معرض الخلاف مع الآخرين لكن أن تأتي الآن وتقول بأن هذه المؤسسة اختلفت مع القمني لأنه ناقش معها مسألة الإسلام وأنها تقف ضد التنوير لا وثم بعد ذلك تقول أن هؤلاء الذين يدعون للتنوير هؤلاء هم ليسوا ضد الإسلام أنما الذي يقف ضد الإسلام هم الأسر نفسه هذه الخلطة هذه العجيبة الغريبة أنا لا أعرف كيف الناس تحدث بهذه الطريقة ولا أعرف كيف تم الترحيب بها برأي من يحتفي بصيرة القمني وفي ذكراه عليه أن يفرز الصفوف عليه أن يفرز الصفوف ويقول هناك مجموعة من الناس هم تنويرين لا علاقة لهم بالدين هم ينتقدون الدين الشائع الموجود الموروث هذا الدين يقولون هو المتهم على الدين أن يدافع عن نفسه أهل وسلم لكن ليس له حق أن يتهم الطرف الآخر بأنه هو تنويري وأنه علماني وأنه كافر وأنه ملحد هذه المسألة لا علاقة لها بالموضوع الموضوع هو هناك صراع بين القديم والحديث القديم هو الذي يمثله الدين الموروث وتمثله مؤسسات من أتى الأسهر وأيضا تمثله حركات من أتى داعش وطالبان وحزب الله عشرات المؤسسات ما شاء الله هم أرباحهم وأموالهم وملياراتهم يأتي بعد ذلك يجي واحد يدافع عنهم ويقول لا هذا هؤلاء جميعا لا يمثل الإسلام إنما من يدافع عن الإسلام هو القمني بالحقيقة وهؤلاء هو أنا القمني والطه حسين وما إلى ذلك هو الذي أنفع للإسلام من هذه المؤسسات الدينية يعني هذا كلام أنا أعتبر غريب عجيب أنا لا أدعو إلى التصادم بين الجميع لكن علينا أن نفرز الجبهات ونقول هناك فئة تقول بأن الدين الموروث هذا لا يمكن أن يقدم للناس ما يطمحون له في عالم معاصر اختلفت كل قيمة وكل تغاليدة وكل أعرافة وكل قوانين وكل معارفة ولم يعود هذا الدين يقدم ما هو مناسب له وهذا التيار الذي يمثله التنويريون عشرات الأسماء تنويري على علماني على ليبرالي أي اسمي أي تسمي كايك أكاديمي مثقف هذه التيارات موجودة لها احترامها ولا حقها ولا حق لأحد أن يتهمهم بشيء من من يتهمهم هو الذي يجب أن يتهم من يتهمهم بأنهم ملحلون وكفر يجب أن توجه عليها التهمة وكل متدين يتهم الآخرين بأنه علماني أو أي شيء هذه ليست السبه أنا أيضا أقول لك أنت متدين أنا بالنسبة لي أحيانا بعض الناس من يقول هناك متدين أعتبر تهمة هنا أدنى في العراق من يقول هذا متدين يقول هذا الشخص مشكوك به مشكوك في نزاحته وغير جدير بالثقة المتدين في العراق الآن غير جدير بالثقة وبالعكس عليه علامة استفهام أنه الشخص لا يصح التعامل معه بل ولا حتى تزوجه من النساء بالعكس المتهم الآن في الشارع العراقي هو الشخص المتدين وشيخ ورجل الدين بعكس المطلوب وبالعكس الشخص العلماني والمتفتح الناس تثق به وداهما عندنا مقولة حتى موليوم من قبل خمسين سنة يقول لك السكير لا يسرق بينما رجل الدين يسرق سكير أكثر الناس أمانة هم السكارة والملحدين كما يقال وهذه مسألة معروفة فبالتالي علينا أن نفرز الصفوف علينا أن يعني على الأقل يعني أنت خلي ممكن تكون أنت سياسي ممكن أن تكون أنت تحاول أن تداهن تحاول أن تلطف لكن هذه المسألة يجب أن نضع لها حدا لأن بدون هذا التحديد والفرز بين العلماني وبين المتدين العلماني بمعنى الشامل ولا يعني مع المعنى الأجيولوجي أو الفكري بمعنى الشامل من لديه وشهة نظر علمانيا في العالم والأشياء والأفكار يجب أن لا نحشره ونضعه في الجانب الديني الجانب الديني شيء والعلماني شيء مختلف وبعد ذلك كنت تريد تسوي سوي يعني براحتك لكن لا تخلط الأوراق وتخلطها لصالح الدين الديني كل شيء إلى قيبته والاحترامة وهذا الصراع هو التاريخ إلى حقه الدين إلى مساحته وإلى حقه أصحابه بأن يكون لهم مكانهم والعلماني إلى مساحته وإلى حق أن يكون موجود ولن نستطيع لا إلغاء هذا ولن نستطيع إلغاء ذاكه لكن أن نأتي ونحاول أن نلعب على الحبلين فهذا كلام غير جاز المهم شكرا جزيلا وأتمنى أسمع أراكم وأعتذر لأنه هاي الفترة غبت كثيرا عن الشاشة لظروف خاصة وأحاول قد استطاع أن أتواصل مع جميع الأصدقاء وتحيتي وسلامي لجميع مشتاق لجميع الأصدقاء وخاصة المتابعين وأتمنى في يوم الأيام أن نلتقي بيوم شخصيا وفي مكان ما قريبا إن شاء الله نص denote جميع الأصدقاء شكرا